حث الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانسك الروس على الضغط على بوتين لوقف الحرب مؤكداً صمود الأوكرانيين وتصدي للغزو الروسي ومطالب روسيا بوقف الحرب فوراً وقبل فوات الأوان وأكد أن أوكرانيا أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها إن المعارك مستمرة في العديد من مدن ومناطق العاصمة لقد صمدنا وتصدينا لهجمات العدو بنجاح فنحن نعرف ما نحمي البلد والأرض ومستقبل الأطفال إن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسة في جميع أنحاء العاصمة وهناك بالفعل دعم كامل تقريباً من دول الاتحاد الأوروبي لفصل روسيا عن نظام سويفت آمل أن تتحلى ألمانيا والمجر بالشجاعة لدعم هذا القرار لدينا الشجاعة للدفاع عن وطننا والدفاع عن أوروبا الآن أريد تماماً أن يسمعني كل شخص في روسيا آلاف الضحايا مئات السجناء الذين لا يفهمون ببساطة سبب إرسالهم إلى أوكرانيا تم إرسالهم إلى أوكرانيا ليموتوا لقتل الآخرين يجب وقف العدوان الروسي فوراً يعطيه،anyم أفضل من يمكنه كذلك اشتركوا في القناة